مجزنا لأهم الأنباء أهلا بكم أكدت الحكومة حاجتها الملحة لتقديم صندوق النقد الدولي المزيد من الدعم لمساندة جهودها في منجهة التحديات الاقتصادية بحث وزير المالية سالم صالح بن بريك اليوم في مدينة مراكش المغربية مع ممثلي دائرة الشرون المالية في الصندوق مواصلة الدعم الفني وبناء القدرات للوزارة والمصالح التابعة لها وأشار بن بريك لأن التوقف تصدير النفط جراء هجمات الحوثيين على المنشآة النفطية أفقد الحكومة 70% من الموازنة العامة للدولة على صعيد آخر أعلنت الحكومة مجددا استعدادها الدعم أو لدعم جهود شركة الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز رحلاتها من مطار صنعا وانفتاحها على توسيع وجهاتها اشترطت الحكومة في بيان تنفيذ ميليشي الحوثي مطالب الشركة بالإفراج عن حساباتها البنكية والتوقف عن التدخل في سير أعمالها هذا ومنذ مطلع شهر أكتوبر الجاري علقت الخطوط اليمنية رحلاتها من مطار صنعاء احتجاجا على استمرار الحوثيين حذر أرصدتها في بنوك صنعاء المقدرة بأكثر من 80 مليون دولار في الشأن الإنساني أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوحة نحو 28 ألف شخص في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى السابع من شهر أكتوبر الحالي أوضحت مصفوفة النزوحة التابعة للمنظمة أن 4652 أسرة تمثل 27912 فرد تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الجاري بيانت أنها في الأسبوع الماضي وثقت نزوحة 35 أسرة إلى محافظات تعز ومأرب ولحج مشيرة إلى أن تلك الحالات نشأت من محافظات مأرب والحديدة وتعز طالب مكتب الصحة في المهرة وزارة الصحة والمنظمات تقديم الدعم اللازم لوقف انتشار الحميات والأوبئة التي تشهد مؤخرا تفشيا في المحافظة أكد مدير المكتب عوض بن مبارك في تصريح حاجة المحافظة إلى توفير المبيدات الفعالة لمكافحة الحمى والأوبئة مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع بعض الجهات المسؤولة للحصول عليها دون أي استجابة حتى الآن ودعى مركز المالاريا في حضرموت إلى منح المهرة أولوية في توفير المبيدات نظرا لانتشار الحمى والأوبئة في المحافظة معبرا عن خيبة الأمل بنقص موازنة حملة التحصين بنسبة 60% مما أثر سلبا على نتائج الحملة وجعلها دون المستوى المتوقع كشفت مصادر أن الحكومة شرعت في انتشال السفن الغارقة ورفع حطام البواخر الجانحة والمتهلكة في حوض ميناء عدن نقلت صحيفة العربية الجديدة عن المصادر أن الحكومة عقدت مع شركة متخصصة لانتشال وتقطيع وإخراج 22 سفينة غارقة في حوض ميناء الاستياد السمكي أوضحت أن الخطوة من تشأنها تسليل حركة الصيد حيث تمثل السفن الغارقة في الميناء مشكلة كبيرة على طول سواحل خليج عدن وسط تراجع متواصل في الانتاج السمكي وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية لكافة الأصناف نهاية المجاز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر